أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحطنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم مع براء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محطنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناها عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطى منكم طولا أن ينكه المحطنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكثوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محطنات غير مسافحات ولا مستخذات أخدان فإذا أصن فإن أتينا بفرحشة فعليهن نسط ما على المحطنات من العذاب ذلك لمن خسي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهبات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفأل ذلك هدبانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للزجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مبالية مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الزجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فأعضوهن بهجروهن في المضاجع فضربوهن فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا هكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا بعبدوا الله ولا تشدقوا به شيئا وبالبالدين إحسانا وبذي القربة واليتاما والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وبابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويتمون ما آتاهم الله من طضله وأعطدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأن تقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذله وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يبدوا الذين كفروا وعصبوا الرسول لو تسبى بهم الأرض ولا يكتمون الله هديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا بلي سبيل حتى تغتفلوك وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسلموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عصبا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يسترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله بليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحذفون الكلمة أما بعضعه بيقولون سمعنا واغصينا بسمع غير مسمع وراعنا ليا بألفنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقضم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نسلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مصعولا إن الله لا يغصر أن يشرك به ويغصر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نعرا كلما نضدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجدي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تهدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعي ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله بل يوم الآخر ذلك خير وأحسن تأبيلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطعوة وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما فلا بربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شذر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أبقرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله بالرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانشروا ثبات أو انشروا جميعا فإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مبدة يا ليتني كنت معهم فأفوذ فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بل مستضعفين من الزجال بل النساء بل بلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الصاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم باقيم الصلاة بآت الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل فالآخرة خير لمن استقى فلا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يجردكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله فإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برسوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتبتل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لبجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن بالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك بحظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فيتين والله أركثهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سباء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تبلوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم بليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حفرت قدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلتهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركثوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد قصيام الشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة فذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرب بل مجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا بعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله باسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأباهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء بل بلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله أصبا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغبا كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك في الموت فقد بقى أجره على الله فكان الله غفورا رحيما وإذا بربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقفروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوبا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك بل يأخذوا أسلحتهم فإذا سددوا فليكونوا من برائكم ولتأت طائفة أخرى لم يفلوا فليفلوا معك بل يأخذوا حجرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حجركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فعقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون فترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أرأت الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تزادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ما هم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفتهم وما يضرونك من شيء فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تبلع ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغسر أن يسرك به ويغسر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروبا ولأبلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خفر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأباهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا بعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله بليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السمابات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء إلا تي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن بالمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقص وما تفعلوا من خير فإن الله كان به أليما وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك المعلقة فإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تفرقا يغني الله كلا من ساته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السمابات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن استقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السمابات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السمابات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثباب الدنيا فعند الله ثباب الدنيا بل آخرة وكان الله سبيعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهباء أن تعدلوا وإن تلبوا أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يقفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليقفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يضطر بها ويستأذوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربفون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذر عليكم من أمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولائك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يصعد الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم شكرا للمشاهدة